موسيقى مش عارف كل واحد فيكو يقول لي مستر شريف لو سمحت عندك اختبار نفسي يقيس شخصيتي هو ممكن ده اه طبعا ممكن ده في اختبارات متعددة الاوجه يعني اقدر رئيس فيها اكتر من جانب في شخصيته يعني اقدر رئيس الزكاء و اقدر رئيس الطموح والاقتراب النفسي مثلا يعني تعالى الروح في فقرة قدام حضراتكم بتتكلم عن مقاومات الدراسة العلمية او صفات الدراسة العلمية او خطوات الدراسة العلمية لاي ظاهرة عموما مش ظاهرة علم النفس بس بيقول في الدراسة العلمية ليش شخصيا لاني موضوعنا بيتكلم عن الشخصية فيا ترى ايه الخطوات اللي من خلالها هقدر ادرس الشخصية بشكل علمي على انها ظاهرة علمية اول حاجة من الخطوات لازم نبدأ بتحديد ظاهرة قابلة للملاحظة دي رقم واحد هل الشخصية ظاهرة قابلة للملاحظة نقدر نلاحظها ونشوفها طبعا نقدر نشوفها عن طريق استدلالي يعني انا اقدر اعرف انت شخص زاكي ولا مزاكي عن طريق حسن التصرف وصلعة البديهة وكمل معلومات وفي اختبارات كمان بقدر اعرف بيها انت شخصية طموحة ولا لا زاكية ولا لا وهنتكلم عن الاختبارات دي بعد شوية يبقى فيه ظاهرة قابلة للملاحظة ادي واحد اتنين بيكون كمان بعض فيه ظاهرة قابلة للملاحظة يبقى عقم احنا قلنا قبل كده ايه ما ينفعش يكون في علم النفس مثلا زواهر غيبية غير مرئية تقول لي ايه علم النفس يهتم بدراسة ظاهرة الجن والعفاريت ايه واحد تقول لي الكلام ده لان في الحالة للزيدية علم النفس مش علم لان احنا قلنا من شروط العلم ان تكون هناك ظاهرة قابلة للملاحظة والقياس يعني ادوات مقننة يعني يبقى فيه مقياس اقدر ايس بيه السمات الشخصية وهنشوف دلوقتي عن طريق تلات شخصيات مهمين جد يبقى لو سمحت راجع معايا من فضلك يبقى اول حاجة تكون هناك ظاهرة اتنين يبقى فيه مقاييس حتقيس الصفات الشخصية الظاهرة زي اه ظاهرة الشخصية ما احنا قلناها نقيس الزكاة نقيس الطموح نقيس الاختراب النفسي يبقى ظاهرة قبل للملاحظة ادوات مقننة او مقاييس تلاتة اجراء التجارة جدت المقاييس ديك وبدأت اطبعها على عينة عشان مثلا اعرف في الاخر ايه الفرق بين البنين والبنات مثلا في الطموح هل البنين اكسر طموحا ولا البنات اكسر فقد نجد مثلا ان البنات اكسر طموحا في حين البنين اكسر في القدرات مثلا الغياضية في حين البنات اكسر في القدرات اللفظية وهكذا الكلام ده بيتعامل عن طريق حاجات دي بقى فيه ظاهرة في مقاييس بدأنا نعمل تجربة وبعدين نبدأ نعمل حاجة اسمها تحليل البيانات اللي اطلع بنتائب عن هذه الاشياء زي ما انا قلت من الاكسر زكاء من الاكسر طموح والحيال هيساعدني في الكلام دي حاجة اسمها المعاملات الاحصائية هنشوفها يمكن بعد شوية الاحصاء هتساعدنا في اننا عرف الفروق ما بين مثلا شخصية البنات وشخصية البنين في مواجهة المواقف مين اكسر ايجابية في مواجهة مواقف مين اكسر زكاء من اكسر طموحا كما كنا طيب خلينا نروح مع بعض للشخصية مفهوم مجرد يجيني سؤال الشخصية هل هي مفهوم مجرد غير ملموس ولا الشخصية مفهوم مادي ملموس لا 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 استنى يعني 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 انفر الاول خلينا في الكلمة الرئيسية يعني ايه الفرق بين المادي ملموس والمجرد غير ملموس اركز معايا المادي الملموس هو كله ظاهرة طلققها الحواس طالما لقطقها الحاسة يبقى الشيء ده ماد ملموس يعني الضوء ماد ملموس طالما شايفو بعيني بحاسة البصر يبقى ماد ملموس السوق ماد ملموس سمي الروائح حاسة شميء ماد ملموس الاسطح والاحجاب حاسة اللمس ماد ملموس اصلي فيه ناس كان بتخيل ماد ملموس اللي ايه حاجات بتتلمس لا اي شيء تلقطه الحواس سمقه بصر شم ايه تعتبر شيء ماد ملموس لذا الصوت والضوء والحرارة كلها اشياء ماد ملموسة كويس ايه طب المجرد الغير ملموس يعني الاشياء اللي ما تلقطهاش الحواس يعني مثلا الجاذبية هل الجاذبية شيء ماد ملموس ولا مجرد غير ملموس هو انت بتشوف الجاذبية سمعت صوت الجاذبية خبطت في الجاذبية شميت ريحة الجاذبية اكيد لا اذا الجاذبية شيء مجرد غير ملموس كذلك الشخصية موضوع درسنا شخصية الذكاء او شخصية الطموح او شخصية الاختراب النفسي هل هل الشخصية كمفهوم ومصطلح وفكرة هل وصفة واسمة او زي ما انتعال هل الشخصية شيء ماد ملموس ولا مجرد غير ملموس الشخصية ما انا قلنا بقى ما بقدرش القطة بالحاس ولا ادرس معها ولا شمعها ولا المس خلص ايه بس شخصية زيها زي الجاذبية هي شيء مجرد غير ملموس القضية فين احنا تعودنا دايما انه ان الاشياء المادية الملموسة الظاهر المادية الملموسة هي الوحيدة اللي تنفع ندرسها دراسة علمية بقى اللي هو بقى اللي احنا بنقول عليه ظاهرة قبلها الملاحظة وعندي ادوات بتقسق المقاييس ويعمل تجار واطلع ببيانات ونتيجة في الاخر الحقيقة الكلام ده مش صح لانه بيقول لنا العلماء انه الظاهرة العلمية مش بتضرورة تبقى شيء مادي ملموس زي الصوت والحرارة والضوء لا ده فيه ظاهر ينفعي يتقال عليها ظاهرة علمية قابلة للملاحظة والقياس كمان رغم انها اشياء مجردة غير ملموسة زي الجاذبية مثلا او الذكاء مثلا دي ظاهر رغم انها مجردة غير ملموسة يعني انا ما نقدرش نلقطها بالحواس لكن نقدر ندرسها دراسة مستفيدة زي ما كأننا بندرس الظاهر المادية الملموسة يعني نقدر نعمل لها ملاحظة ونقدر نعمل لها قياس وكل حاجة واحدة قالت طب ازاي يعني احنا ولا شايفين الزكاء ولا سمعين الجاذبية ولا شمين رحيتهم ولا لمسينهم قالك ايوة صحيح الحاجات دي مش شايفينها لكن نستطيع ان نستدل عليها يعني رب ما اجا اقول الشياء المعلقة في الهواء حتما تسقط حتما تسقط فاستدل من ذلك على ان هناك جاذبية رب من انا ما شفتش الجاذبية بس اصبحتك كما لو اني اراها عن طريق الاستدلال الاستدلال حلي مشكلة برضو الشيء بالشيء اسكر عن الشخصية النهاردة عاوز اعرف الشخص ده زكي ولا لا اعرف من اين انا ما شوفش الزكاء ولا بسمعه باننس ولا باشنه قالك بس ينفع بتدريسه عادي جدا كما لو انك شايف ازاي بالاستدلال اخبت بالك دي كلمة جوهرية جوهرية قوي الاستدلال فانا استطيع ان اعرف ان هذا الشخص ذكي بالاستدلال عنده حسن التصرف سرعة البديهة كم المعلومات اذا هو رجل ذكي استدلوا من ذلك على انه شخص ذكي فالاستدلال حل المعبلة بتاعت الرؤية او اللمس او السماء او الشمك الاستدلال ساعدني ان انا اقدر اتعامل مع ازاها او شخص ذكي او الشخصية او الجاذبية كما لو اني اراها ادرسها ادراسة علمية بالخطوات اللي احنا قلناها قبل كده ظاهرة قبل الملاحظة والقياس اعمل عليها تجربة اطلع ببيانات وتحليل اه نتائج اه الحقيقة في القرن الماضي وربما يعني اكثر من ذلك بقليل كان فيه ثلاثة اصدقاء اه واحد اسمه جاليفورد التاني كاتل التالت ايزني اقعدوا على القهوة في القرن الماضي على القهوة اه على القهوة مش كل حاجة تصدقني فيها والتلاتة اقعدوا وبدأوا يتكلموا مع بعض متيجة جماعة نعمل اه اه دراسة علمية بخطوات علمية والحقيقة طبعا كان لهم فضل الصدق التلاتة دول منهم اول ناس يعملوا الشغل ده جاليفورد وكاتل وايزني المهم التلاتة اقعدوا مع بعض وبدأوا يخططوا خطوات الدراسة العلمية بقى بالتفصيل لدرجة انه كل واحد بعد ما اتفع على الخطوات قالك ايه طب احنا اشعرتنا واحنا بندرس وبنشتغل بالخطوات العلمية هي هي احنا التلاتة نجايز عشان احنا مع بعض كل واحد فينا يتأثر بالتاني في الشغل ده فكل واحد يقرأ من التاني شغله او يحس بشغل التاني فيكتب هو وهو وبكده تأثرنا ببعض والنتيجة ايه تبقى غير دقيقة نعمل ايه من اعملش ايه قالك طب نتيجي نجهد نفس الخطوات اللي هنتفع عليها كلنا حوالي خمس خطوات تقريبا او ما الى ذلك بحيث احنا التلاتة كل واحد يأخد الخطوات دي ويشتغل في وقته مع نفسه لوحده بعيد عن التاني حتى لا يتأثر بهذه النتائج وحتى نضمن ان نتائج اللي هتطلع نتائج دقيقة واني دي خطوات علمية دقيقة يا تارا جالي في الدوكاتل وايزنك عمل ايه لو انت عاوز تعرف عمل ايه تعالي في الجزء الجاي السلام عليكم